موسيقى هذه هي يو اس اس جيرالد فورد العمناقة تعمل بالطاقة النووية دون الحاجة للتزود بالوقود لسنوات وتمثل اول اعادة تصميم رئيسية لحاملة الطائرات التابعة للبحرية الامريكية من طراز نيمتس منذ اكثر من اربعة عقود وسميت بهذا الاسم نسبة للرئيس الامريكي الثامن وثلاثين جيرالد فورد يبلغ طولها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مترا وارتفاعها ستة وسبعين مترا وارضها ثمانية وسبعين مترا وتكون طاقمها من اربعة الاف وخمسمائة شخص وبإمكان جيرالد فورد حمل تسعين طائرات مقاتلة من اسراب مختلفة ابرزها اف خمسة وثلاثين و اف ستة عشر الى جانب انواع مختلفة من الطائرات المسيرة وتتميز بتقنيات متطورة جدا في جانبي الاقلاع والهبوط مع قصر المسافة المخصصة للمدرجة تشمل الترسانة الضخمة لجيرالد فورد قدرة تدميرية هائلة على اساس ما تتيحه صواريخها مثل اي ام اس اس المتطورة وصواريخ رام المتدحرجة وصاروخ السيسبارو المتطورة الذي يتمتع بقدرة مذهلة على حماية حاملة الطائرات كما يمكنها تعبئة اربعة صواريخ ارض ارض واطلاقها على اهداف مهاجمة مثل الصواريخ المضادة لسفن فوق الصوتية ترجمة نانسي قنقر اما الالية التي تعمل بها هذه الحاملة فهي تعتمد بشكل كامل على الطاقة النووية عبر مفاعلين ولد الاول ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة التي تولدها محطات المفاعل التي كانت تشكل سابقاتها من فئة نيمتس ويبقى الرقم الدقيق للطاقة التي تنتجها هذه الحاملة سرية لكن التقديرات تشير الى ان اجمالية زيادة في طاقة يبلغ 700 ميجاواط تتمثل الاختلافات الرئيسية الاخرى بين جيرال فورد والحاملات من فئة نيمتس في الاداء التشغيلي حيث تتيح هذه الفئة زيادة في الطلعات الجوية بمعدل 160 طلعات الجوية في اليوم مقارنة ب140 في اليوم سابقا مع توليد وتوزيع طاقة الكهربائية بنسبة 150% لدعم الانظمة التكنولوجية المتقدمة للسفينة اما الطوابق السفلية للحاملة فتشتمل على تصميم مرن قابل لعدة التشكيل بسرعة مما يتيح تصميمات مختلفة لتركيب معدات جديدة في مناطق القيادة والتخطيط والكتارة ترجمة نانسي قنقر